اذا دعوني ارحب بضيف الكبير كاتبنا الصحف الكبير المفكر السياسي والكاتب المحلل السياسي النابغ استاذ عبدالله السناوي اهلا بك فاند اهلا سيد بريد منورنا الله يخديك خليني ابدأ من المشهد المصري يعني وفي قلبه السياسي لانه يبدو ان احنا امام سنوات ماضت كان فكرة الكلام الملف السياسي والمشهد السياسي منحها جانبا لصالح مشهد التعبوي المشهد التنموي مشهد البنية الاساسية هل انت من رؤيتك ويعني ومشاهدتك للواقع الان ومعايشتك فيه رأيك انه فيه مصار اخر مفتح وتغير ولا لازلنا عند الدولة التي تستعيد قوتها وهيبتها وتستعيد يعني عملها لدولتي احنا اول ما نتكلم عن المشهد التعبوي انا بقى استعيد عبارة للأستاذ احمد سعيد اهم موزيع عمل اعلام التعبئة صوت العرب في الخمسينات والستينات وكان اهم شخصية في العالم العربي بعد جبر عبد النصر ويقولوا على الصوت العرب نحاس الجماهيرية والشعبية صندوق احمد سعيد احمد سعيد وانا بحاوله في سنواته الاخيرة وهو قال حتى اعلام التعبئة يحتاج الى حرية ما يمكنش انك انك انت مؤثر ومقنع في اطار انك انت بتتكلم اعلام الصوت الواحد ما حاش يا سنطر لان اول ما هنبتلي نتكلم حتى لو فيه انجازات حقيقية اول ما هنبتلي تتكلم دون ان يكون هناك من ينقض ويحاور ويصوضح فهو اعلام تعبئة فهو اعلام موجهة فهو اعلام اصدقيته قليلة جيت فهنا بنوصل اجمال هنا بفتكر تعبير في بعد ما مات رئيس سادات ورئيس مبارك بعد الجماعة المحبوسين المعتقلين كان معظم النخبة المصرية من الاحزاب والطهرات والاديال وكل حد كله بسخل في السجن بعد لهم بيطلقوا بيان بتأييد الرئيس الجديد فؤسر جدين الحقيقة وكان فتردوان والاستاذ هي الناس قالوا تعبير بهم جيت احنا ما نفعش نعلم تأييدنا ونحن في السجن ونحن حريتنا محجوبة في شبهة هنا فمن باب احترام نفس مش هنعمل حاجة مش هنقايد لما نطلع نقدر الموقف ونقايد او نعارض او نعمل واحنا احرار فانت مش هتطلب في وضع التكتيم السياسي وخشي رداتي بفعل على ما تقول او انت مطلوب انك انت تبايع وتؤيد دولا ان كلك حق النقط مطعون على طول فورا فيما تقول دي مشكلة كبيرة جدا في البلد مهما عملت اذا ما كانش في مساحات من الروحوذات العامة لن تكون مقنع تعبير النساء زيكل انت لا تقنع اللي بما هو مقنع اذا انا مقيد حش يرميني في البحر يقول له اللي اي رأيك في جبال البحر ما انا مقايد انا اغرأ في مشكلة كبيرة في المبادرة فانا شايف فيه اشارات اقدر اقول عليها فيه نية فيه شعور بوطقة الجو اللي بوجود اللي في البلد فيه نية ان احنا نفتح شوية لكن الحقيقة السياسة لا تدار بالنوع الحسن انت بحتاج تحصل انا اقدر اقول بوضوح لا يوجد حسن حقيقي فانا قدام مشهد بفكرني وانا كنت يعني بسعيد باك العبارة دي بمصرحية نطف الخولي اوه 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 نفتح الشباك اوه ولا نفتح الشباك الجملة اللي قالها احمد الجزير الفنان الشهير ده اللي هو محدش يعني كان يظن ان هذه الجملة ستكون مفتاحا للتساول السياسي طبعا فانت تقول ان انا افتح الشباك ولا افتح الشباك فانت بتكلق تعال لحقوق الانسان تكون سمحتاجة اوي لكن وجودها مهم وضروري مش محتاجة اوي لان الدستور واضح المساء الموقع من زمان من الاربعنات والخمسينات عن مواصيق دولية لحقوق الانسان الساسية والبدلية والاجتماعية والاقتصدية موقع يعني ملتزم جزء من قولينا كداخلية يعني احتكم اليها مكون سمحتاج لكن التأجيد عليها كان مهم وضروري خاصة ان القراجية الأشرفة معناه ان انا عندي مشكلة الدبلوماسيين المصريين بيبذلوا موجود كبير جدا فانك تعاوز تقنع ان انا هو الانسان عندي كويس ساعات انا بسمع وبعضهم وزراء موجودين مش وزراء الخارجين وزراء الخارجين في ندوات فهو يعني بيتكلم على انه مفيش مشكلة فانت اول ما تقول مفيش مشكلة في حقوق الانسان والحالات في مصر لو لقيت واحد في العالم مستعد يسمعك في جملة تانية مش اسمعك مش اسمعك جملة تانية خلاص خلاص اوكي انت مبسوط كده خليك كده لكن حتدني صورتك سلبية ودي بتأثر على ادوارك بتقول ان الخارجية انتبهت اكتر يعني مش انتبهت اكتر عانت اكتر عانت اكتر لان كل ما بيقابل دبلوماسي كبير او صغير بيروح طرح السؤال كل بيجي يتكلم مع منظمة حقوقية او بركز ابحاث يتكلمون في الموضوع ومعندوش اجابة فيه مشكلة كبيرة معرقلة للبلد طب ايه المشكلة اللي عندي عشان افتح فانا عملت اول حاجة وباعتبرها ايجابية من ناحية الادبية من ناحية النواية لكن عمليا مفيش جديد انا عندي بصور واضح الوثيقة الوطنية اللي حول اسا وبعليا الرئيس بس ده الزام دولة بتلزم نفسها اوكي وبتجد وبتامل وثيقة التأكيد اه فده شيء يعني ايجابي زي ما انت بتقول موافق موافق مفيش حد مصاف النظر اه يعني ماذا احتياجها ماذا احتياجها او ده ملحوظة هنا او هناك لكن اعاد التأكيد على ما هو مؤكد متفقين نمر اثنين الرئيس خد خطوة بإلغاء حالة الطوار صحيح كده عملنا ايه فتحنا الباب فتحنا شباب انا في نفس التوقيت عملنا حاجات نقيد ان احنا بنقفل انت بتلقي الطوارئ من هنا نصوص من الطوارئ بتتبجها في قوانين بتصدر بالمجلس النيابي وبعدين بعضها القوانين بتيجي ما يمكن يا سوز عبدالله اسمحني في السؤال ده ممكن تكون جزء الدولة قلقة من قدرتها على ضبط عملية الاستقرار بعيدا عن قوانين مقيدة او قوانين متساعدها على تحرك الباطش في اللحظة في حاسمة لا انا عاوز اتكلم ده كلام لو انت عادت تكون بهذا الشكل احنا عمرين ما هيكون لا عندنا حرية ولا عندنا دستور ولا احترام للقانون ولا دولة قانون ولا دولة حدالة ولا حاجة خلصة هنبى بالضبط شبه دولة فعلا هنبى شبه دولة واخبلك اللي هي ايه الدولة بتاعتك لو انت بيش عارس احترم القوانين والقناة الحريات العامة دولة بيحترم القانون لدرجة انه يعني عاملوا جوه القانون يعني انا اصد هو لو عنده رغبة في الخروج عن القانون طب ما كانش يضفها ولا حاجة يعني وعايزة تبقى مول زيما القانون انا شفها الحجة دي لو لقيت حد اقتربية في العالم خلاص يبننا غلطان واحد اسحب حسحب تحفظي فانا بقول انت جيت خط خطة صحيحة واحد لسيك تحمل الاسان اكتب هو مؤكد وروحت لبرة اتنين على آآ الغيط الحلق الطوارئ جيت عملت قفلت الشباك في نفس اللحظة عملت حجتين خطرتين جت الاولى رحت انا ادمجت في القوانين العادية بعض لصوص الطوارئ وفي التجربة العملية حصرت حاجة عمل الرد بفعل عكسي انت في الاول كان عندك استبشر من المجتمع ان احنا ممكن نفتح وان الامور ممكن تتحرك وان البلد ممكن تتنفس وبعين جيت على طول فورا التاني يوم او تلات يوم او بعدها باربعة ايام بتتكلم على في حكم جنح امن الدولة طوارئ خب بالك جنح امن الدولة طوارئ في اه زباننا صحفيين حسام مؤنس شام فؤاد وزياد العليمي واخرين خدوا من 3 الى 5 سنوات في قضايا رأيي صراحة ومحكمة امن التوارئ تاني تدي اصدراء اديان فانت بتتكلم هنا انت اللي غدت التوارئ فمحكمة امن التوارئ بعدها بتوزر حكم ما حصدقك ازاي المصدقية هنا بتتهز جميد جدا في الموضوع ده نمر اتنين في الصحفيين لما مكلم يعني بالذات عن حسام مؤنس وشام فوق القانون يمنع الدستور يمنع الحافظ في قضايا النشر فانت بجيبش مقالات من الزمان ابطاق فيه فيه اخوات اخرى ليس من بينها النشر وبعدين هي نفس التهم الموجودة في قضايا هي هي تنظيم الامل فهم عندهم كمان قاعدوا سنتين ونص احتياطي وبعدين قدوا اخذوا اربع خمس سنين او اربع سنين وبعدين عنده قضايا تانية معرفش يعني فانت بتتكلم ايه هي تهم انا انا معنديش انا معنديش مشكلة ان اذا انا احد يغلط بس يبقى والقال واضح هي هي تهمة لا توجد تهمة حقية بواجهها اليوم اتقال وقتها ان دول كان عاوزين يزلوا الانتخابات طب انا عاوز اشجع الشباب ان يشارك في الحياة العامة دي اللي بدي امل للبلد وبيدي للمساقبل الانتخابات خلصة عموما يعني مزلوش يعني فانت انت بتتكلم اسوأ حاجة انك انت بتيجي جيل جديد من الشباب المتطلع من الشرق السياسية انت لا بنت تتفق يعني يعني ايه انك انت بتوحد اربع خمس سنين واسنتين وبعدين تدينه كمان مشتاج المخدرات صحيب صحيب وصحب رأي اخطأ ويتحاكم بغرامة في القوانين الطبيعية الدستور يمنع الحبس في قضايا الناشرة فديج انت تنشر تتحبس وعن طريق الطوارئ اللي الرئيس لسه من يومين ثلاثة بيلغيها يعني دي هلا مشكلة انا فاكر الرئيس مبارك كان قد وعد بيلغي الحبس في القضايا الناشرة طيب بعد سنة بالضبط طلق حكم الحبس تتربع راسات حريقه فهو نفسه التعبير اللي قاله يعني نشرت فاظن الريس يسيبوها جباه مقرر انا كنت انا كنت من الاربعه دول على فكرة طيب يعني انا طبعا سعادة انكم تطلعوا يعني فالعبدة سعادة لنفسي يا جباه انا والاستاذ عد الحمودة والاستاذ والابراشي والاستاذ عام حليم انديل اه اخبالك فالرئيس مبارك قال للوزير انا سفي اه اه نشنت لان احرجه حاة لان حمودة من الاربع في نفس اليوم في السنوية بيتحبسوا بله يسيسي في نفس الكلام الحقيقة اكتر واحد محرج في هزا الكلام هو انللس لاغي الطوارئ فهيطلع محكمة الطوارئ وبعدين فيما يتعلق بالصحفيين جارة تنبخ ودي ايجابية في قانون مكافحة الجوائح في حتى نبه ممنوع حبس الصحفيين بعد ما كان حيقار يعني يستحبه في اخر لحظة ودي اجابية لكن بشكل عام الحبس اجبالا في مثل هذه القضايا خطر جدا وانا بدي موقف عكسي كما لو كان فيه تمييز للصحفيين مش بس خطر بس هو كمان ده دستوريا يعني ده كلام دستوري فانا بأظن بعدها بأربع خمس يام ولا بتاع العرش بيقول يعني لش فانا بحتيجين من يعني حكتين الحقيقة يعني طلبهم في هذا المجال الاولى في صدمة كبيرة جدا في البلد لو في حد بيتابع الصحفيين والمثقافين وكل من له قيمة في هذا البلد او مؤثر او لديه ضمير حي في صدمة كبيرة جدا وتقريبا في طلب شبي جماعي من الرئيس باعتباره الحاكم العسكري الا يصدق ده طلب ودي طلب إنساني وطلب قانوني وطلب إنساني وطلب يتسق وسياسي ومطلب يتسق مع كل تصرحات الرئيس وحقيقة كمان يعني أنا بطلب منه كأب فيش حد يقبل تحطيم الناس بالطريق دي تحطيم الشباب تحطيم المثابة بديدي رسالة سلبية للمجتمع وللشباب أنا المشاركة جريمة وأنا الصحافة جريمة بديدي رسالة بالغة السلبية فقالها بحتاج إن أنا أتوقف ويعني أرجوه إن يستجيب للنداء العام بعدم استصدقه وبعدم أنا عندي سبخة قويسة بس عالي تستقبل إن الحاكم العسكري أو الرئيس بعتبر هو الحكام العسكري أو رئيس الوزر أو رئيس الوزر هو النائب رفض التصديق على اعتبار في قضية الدكتور بامدوح حمزة ودوح أهم نص اختلف زي ما أنت عاوز معاه لكن هذا أهم مهندس استشاري في الشرق الأوسط فلما يتقل عندي إرهابي ولما يتقل عندي إرهابي ولما يتقل عندي إرهابي لا بيتم التصديق على حكم لا بيتم فأنا بعتبر الإجابية بس أرجو أو نصها يرجو استكمالها بإعادة ممدوح حمزة إلى بلده حتى تستفيد منه وغيره يا سيد الله وغيره آه وغيره لا ده مش غيره ده أنا عاوز بيبقى فيه نظرة أوسعة إلى المصرين للبرة من لم يتورطه في عنف أو إرهاب يرجع بلده ودي كان فكرة قديمة موجودة عزة 2015 تقريبا على ما أعتقد وأنا تدخلت في حالة آآ بعينها لأحد الأعلميين لأنه كان مريض أو قالوا أنه مريض وقتها ورجع مصدش حاجة آآ مصدش حاجة والبعض رجع وفيه آخرين رجعوا بطرق أخرى صحيح محصدش حاجة ودي كانت الفكرة وقتها أنت ليه سايب مؤر صددية في الخارج يتجربها الإخوان وراهن عليه الإخوان ويجذبها الإخوان أنت ليه سايبها لتفاهمات دبلوماسية أو غير دبلوماسية مع تركيا عشان ضبط الأداء أو تقليل المخاطر ليه مجموهمش أنا أنت وعظت مئن لأنا فتحت الحراية العامة ولأنا بقيت دولة الدستورية واثق من نفسي عندي اعتبرات الأمن مهمة جدا لكن اعتبرات السياسة والكلفة السياسية كمان مهمة ولا بدي أعمل التوازن الضروري أنت بتقول الأمن آه طبعا طبعا لكن دولة تغول عن مريعة العامة دي المسألة اللي بيكادل كل واحد في بلد دي يشوف شغره يعني حركة عايز تفتح الشباك يشوف شغره ها وعاوز أفتح كل الشبابيك وعاوز البلد تتنفس هو طلق وعاوز ما فيه قانون اللي يطلت تتحاسب بس بالقانون الطبيعي صحيح أمام القضاء الطبيعي هروح لفاصل ونرجع يعني نتنفس شوية من الشبابيك المفتوحة يلا بينا إلى فاصل إذن عدنا إلى الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ عبدالله السناوي ولحظة المشهد العربي الآن لحظة أيضا فارقة إذا كنا نتكلم عن المشهد المصري وشبابيكه التي نتمنى أن تنفتح كلها نيجي نتكلم على المشهد العربي اللي هي مشهد زلق وحتى لو بدأنا بالجيران لو بدأنا بالسودان بعد أفق مفتوح وأمل كبير وعام من الثورة ثم أكثر من عام من محاولة الانتقال والتحول إحنا قصاد مشهد محتقل للغاية النهاردة بنتكلم على مظاهرات في السودان يسقط فيها الشهداء وقتلة إذن إلى أي حد نقدر نقول إن إحنا كمان مستعدين كدول وشعوب للانتقالات الديمقراطية في حياتنا يعني أسوأ استنتاج ممكن مما حدث في العشر سنين الماضية وإنا لناصح هو أننا لناصح الدموقراطية لو أنت بتدور على شواء تصل إلى المساعدة هذا استنتاج حتلاقي لكن الحقيقة أنت مش بتدرس كفاية الأسباب والتعقيدات اللي في المشهد أنا عندي في العالم العربي موجتين من الربيع أو ما سمى بالربيع العربي موجتين باشرة موجت 2011 الاستثناء الديمقراطي كان ثلث لكن الباقي دخلنا في سوريا حرب إقليمية بالوكالة وبعنب باشرة ودخلنا في اليمن إلى مأساة واحتراب مهلك وحروب ودخلنا في ليبيا إلى حرب أهلية حرب أهلية وغزه من الناتو وبتحول يعني بتحول ليبيا دلوقتي إنها ترم جراحها بانتخابات بلا دستور وبلا مصالحة وبلا مشروع وبالتالي هي ملغمة تمام فلا قدام مش كده حاجة أقول لديمقراطية ما تنفعش هقول في أساسيات كتيرة غايبة ومحتاجة ناقش ليه في الموجة الأولى في الموجة التانية ألمع ما فيها الحقيقة عندي حراك في الجزائر وعندي حراك في صورة حقيقة وفي العراق وفي لبنان في العراق ولبنان كان الكلام على ضد المحصصة التقفية وعادل بلا دولة حديثة مدنية العراق وقفة عند منزلق صعب جدا في تشكيل الحكومة وصل إلى محاولة اختيار رجوز الوزر بسيارات وفي لبنان أزمة مستحكمة والبلد على وشك الانهيار إنما يكون قد نهار فعلا وستوى المعيشة تدورت بفدح ففي أنا أزور لبنان بانتظام وأقول لحضرتك إنه نهار آه يعني يعني ضرت العلب العرب الحقيقة لبنان يعني ومجال الحريات العامة والتجربة الإنسانية مديعة يعني مأساة 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 فأنا قدام مشهد التجربة الجزائرية لأسباب كلا جدا تعطلت تعطلت في منتصف الطريق وجزء أساسي من تعصر التجربة الجزائرية إن عدد كبير من الحراك حاول أن يصطنع تناقض بين ثوروته الجديدة أو المأمولة وبين ثورة مليون ونصف مليون شهيد فأنا نقول على إيه دي عسكريين على ضئيس بن بيلا ورئيس بوباديل واتعابلوا مع ثورة الجزائرية زي بقول حزب الوطن واتعابلوا مع بن بيلا و بوباديل زي بقول مبارك لأ الجزائر تجربة فريدة وثورة عظيم اصطناع تناقض جزء من تآكل الشعبية افتكر لما قائد الجيش آآ مات لو أشفع برحلة انتقالية قائد آآ قائد صالح حاول وزارات تطلع ننزر موه لأن كلها زحف وراء إلى المقابر المقابرات الخالدين ما أرونش المشهد في اعتبارات الوطنية الجزائرية الرصخة التناقم عليها يؤدي إلى التأقل أنا أتمنى أنها تقدر تستكمل انت لماذا يا سوز عبدالله مش حاطط التاري الإسلامي كعنصر مجهد لكل محاول ديمقراطي أو مفسد لكل انتقال ديمقراطي ومخرب لكل انتقال ديمقراطي لا 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 حاطط أكس بمتتصور لكن أنا أتكلم آآ على التجربة السودانية أو الصورة السودانية بدت أنها في الموجة التانية الاستثناء السوداني الاستثناء السوداني أنا محتاج تجربة نجاح في العالم العرقي تدي الأمل في الديمقراطية في تونس تتكلم هنا على حركة النهضة على النخبة اللي حاكمت تونس من آآ بعد إطاحة زين عبدالين بن علي آآ إلى الآن تقريبا آآ لهوة حركة النهضة لأخوان المسلمين وبعض التحليفات والتغييرات والتمدلات انتهت عمليا إلى أن الرأي العام أول بالرئيس قسعيد أعلن الجراءاته الاستثناءية بحل البرلمان وحل الحكومة ويعني تبقى لمادة في الدستور أنا أعتقد كان فيه تأويل زي دي هي مش دستورية لأ إجراءاته مش دستورية لكن جرى حاجة بما جيت الشراءات دستورية فيها شكوك البشروعية الشعبية مؤكدة مظاهرات وقبول عام دي معناه إن فيه فشل الزريع لنخبة الحكم وحركة النهضة بالذات ليكت قائدة العشر سنين دول فيه خم مشكلة جدا مشكلة الرئيس قسع سعيد وانه ما التزمش بما تأهب بيه خريط طريق ولا قدار حوار وطني واسع ولا اتخذ أية إجراءات لها صفت الحاسف بحس تونس خايف يفقد شعبيت القرار تدع يفقد شعبيتك ولما يفقد شعبيتك ويرجع الإسلاميين تاني اه دي احتفال لا أستطيع أن أستبعد بسبب أخطاءه الفادعة إن الإسلاميين إن هم التزموا وتراجعوا للخلف متراجعوا للخلف دي تنمر المرة الأولى بعد اختيال البرهمي والغضب شكرا بالعيد بالفشارع آه إنه يعني استفادوا وتعلموا من التجربة المصرية فالجل 16 مالوا إلى التهداء الكامل يعني المرة التانية بعد قسع سعيد قالوا ما فيش عنف ولجوا إلى الصمت وبينتخف الآن الأصوات علت وحتى جوه القول المدنية وجوه تحد الشغل ابتلى اللي هو ظهير النقابي لكل السلطات من أبو يعني دايما حيث يكون تحد الشغل تكون السلطة أو مش العكس مهمة جدا بس هو يبدو إنه الرئيس التونسي مش معتمد على طيار جماهيري بعينه ولا حزب بعينه بل عكس بيتعالى على الطيارات والأحزاب والتنظيمات وده ممكن يعني يامل بأزق هو داخل مأزق قبيل فيه تآكل في شعبته تآكل في الهايبة الخطابات الكثيرة اللي بلقيها إنشئية بلا إجراءات آآ بالموسة ما بينقلش الحوار العام ولما عاوز يمن الحوار العام عاوز يمن حاجة حاجة في المطلق كده فيه قوسة سيف في تونس هو مش معترف بيها ده المأزق ده المشكل الكبير ده مشكل فتونس دخل إلى أزمة كبيرة خلينا نروح إلى السودان السودان دخل إلى أزمة كبيرة أكبر في السودان بتتكلم عن غياب الشرعية في تونس بتتكلم عن أزمة شرعية يعني لأن فيه فيه مشروعية شعبية في السودان لا فيه مشروعية دستورية لأن ما تتخذوا الفريق البرهار من إجراءات استثنائية حل الحكومة حل المؤسسات المرحلة الانتقلية بما فيها المجلس السيادة اللي كانت ترقصه فصار فيه خلقات جيش فالحقيقة هو بالتعريف يعني القانوني المعارضة بتقول كده إنه انقلاب كامل الدسم بتعبير السودان ده بيش عاوز المناقشة فيه هو بينفي لكن بيروح المكان وعنده أزمة كبيرة لأن عنده ضغوط دولية جبيرة من ميزال الموجودة في تونس أكبر بكتير فلأن السودان دولة هامة جدا وأمنها الآن يدخل في الأمن العام أو للقرن الأفريقي وفيه مشكلة سيد النهضة فيه يعني حق الغام في السودان فالعالم ما يدرش تجاهل اللي بيحصل فيها والرئيس بسواضح أنه متجاهل يعني منشايف دور آآ مهم أوي فيه ما يخص غير المناقشات والمناشدات وبتنتهي إلى إصرار مرقباً كل الطرف على آآ موقفه حتى لما كان الأسبوع اللي فات بدأ وكأنه فيه اتفاق وشيك مفيش مفيش لأن بص هو جزء كبير من فض الشراكة المدنية العسكرية أني كان لأيام دي كان موعد تسليم الرئاسة المجلس السيادي مكوناة المدنية هم هم مش عاوزين كده إلى حد ما هو خد 50% مما كان عاوزه وعلى المجلس السيادي برئاسه ومفيش راجعه على الكلام ده الحكومة اللي بتشكيل القديم ممكن يرجع حمدوك لكن بلا فكة الشراكة بمعنى الندية وكلام ده يعني مشهد مساعدة ما نقدرش برضه نتجاوز حقيقة مهمة سوز عبدالله أنه الحكومة بتشكيلاتها انشقه على بعض وانفصل مكون للقوة التغيير حر التغيير وتلاسان وملاسانات كبيرة وما أنجزوش على الأرض أي منجز معلومة وقرار يقدم للشعب السوداني أنا الحقيقة معجب جدا ومزهول بقدر الشعب السوداني على التمسك بالحلل الديمقراطية رغم أنه النتائج كان على الأرض صفر لا أنت هنا لازم ترجع للتاريخ السوداني منذ الاستقلال آآ تاريخ حديث أصفه مرضى آآ 1956 دايما نقوله اللي عندهم تعبير الباب الدوار آآ ابتدوا بحكومة مدنية الحكومة المدنية الرئيسة هو اللازم استدعى الفريق عبود اللي يابل انقلاب يعني يعني ومش عبود ومش ثلاثين سنة بشير فيه فيه تجربة دموقراطية تخفق فياتي انقلاب عسكري انقلاب عسكري يخفق يخفق باتتفاعة ده جديدة فدي مشكلة في تاريخ السوداني آآ فبالتالي خبر السودانيين مش ليعجبهم بحمدوك ولا يعجبهم بالأداء آآ الحكومي للحكومة ليمتحفظت كيرة حمدوك لكن هو مش عاوز يرجع هو مش عاوز يرجع مرة تانية حمدوك لم يكن شريكا في السورة ولم يشارك حتى فيها بتغريدة يعني صحيح يعني انك موظف دولي وقعت في سوبيا انما هو بقى رمز لها يعني يعني او ايقونة لها او علامة على مدنياتها يعني اذا صح التشبيل لكن مرة اخرى السؤال هنا بمزاد بمناسبة حمدوك والتجربة السودانية الا يصح ذلك دليلا على عدم قدرة القوات السياسية العربية على بناء تحلفات ولا جباهات ولا احداث نقل ديمقراط الحقيقي يبقى ده مشكلة جينية واضح يا عبد الله ليه مش مشكلة جينية يسميها مشكلة تاريخية عاوزة التعلم والتصحيح لانك انت دايما الانقلابات في السودان بتتم نتيجة خلافات القوى المدنية وسوء اداءها في الحكومة وبعدين تيجي شخصية زي نوميري تعدها عشرين سنة البشيري عدو تلتين سنة وبعدين تيجي تجربة دموطية أربعة خمس سنة الاخطاء اللي عملتها القوى المدنية الحديثة بالذات اقتراجت انا اظن من اولها انه هو من اول لحظة قرر ان تبل مرحلة انتقلية اربع سنين ليه يقولك نحن مش جاهزين كفاية انا اظن كان سنة كفاية ويدخل الى انتخابات ويرجع يقفز عليها الاخوان مرة اخرى لا مش الاخوان تجربة السنة العابرة دي وقنا حلوا حزب الاخوان يعني لا اصاب مش بالحل انت بتكلم دلوقتي بتكلم على الاخوان تصرفات الرئيس القس عيد وعدم حسمه او عدم وضوح الرؤي اللي بيقدمها حساعد الى تعويم النهضة بجديد بتدى سلطها يعلى ويعني ولها قواعد بتدى تتحرك وفي تظاهرات واحتجاجات ابتدى ببوت مؤسرة في سودان نتيجة مناهضة الشارع ضده قد يحتاج وبدأ الافراج عن بعض رموزهم ابتدى ابتدى يعني يعني نحلها عاوز سند شعبي وقابلك بعد ثورة شعبية حقية ضدهم يعني فدي موجود الموجة بتاعت اللي حصلت في المغرب سقطه في الانتخابات الاخوان كان في موجة انا في لبيا في مأزق حقيقي مش عاوزين الانتخابات يعني خلد المشري وزعيم الاخوان هناك ببادة الوف ضد بالسلاح واذا حفطر كسب هيقوموا بالسلاح وحفطر مش هيكسب لانا انا توقعي حيبا في مرشح توفقي مصر وتركيا غريبا هتفع عليه بعدين ما تعرفش امت هاني لانه موضوعات انت خلال ديسمبر دي مسلا شبه مستحيلة بعد شهر ديسمبر شبه مستحيلة بعد شهر فانت بتتكلم الغيم كتير في اللي بيان فانت بتكلم في وضع في السودان او في تونس احنا من نصحتنا ومصحت مصر ومصحت العالم العربي يبقى فيه تجربة نجاح للديمقراطية ان السودان يستطيع انه يتماسك ويصل الى تفاهمات جديدة انا راهالي الحقيقي على قوة الشارع الشارع بيشتل انه مومي بحمدوك الشارع لانه لا يريد عودة الماضي لا يريد عودة حكم الدكتوري عاوز يتنفس وعاوز يحكم نفسه بنفسه وأن تكون لها كلمة مسلوعة في تونس مش ممكن تتراجع الى عصر زين العبدين بن علي حكم الرجل الواحد والدولة الامنية عاوزين انتم فيه دولة حديثة مش عاوزين اللي اخوان مسلمين مش عاوزين فسرد النخبة السياسية لكن مش عاوز كمان كتمان الانفاس فانا بتصور ان المعركتين في الازمتين المتفقمتين مسألة تتعلق بالعالم العربي كله ان لو فيه تجربة نجاح اعتقد امور مكتب افضل في العالم العربي ويبقى انه القريطة العربية كلها في يعني حالة اشتعال ذاتي دائم ومستمر لعلنة يعني نشهد في لحظة ما نورا ونهارا لكل هذه المناطق التي هي في صميم وجدانا وفي صميم حياتنا المصرية شكوركم شكورك شكورك كاتبنا الكبير سيد عبدالله السلناوي على هذا اللقاء الممتع اشكركم والتقيق بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة